تنس الطاولة المصرية والعالمية الحقيقة لأن اللي بتعمله هانا جودة شي خيالي في السن الصغير ده وتقدر تعمل الأرقام الكبيرة والبطولات الكبيرة على مستوى الناشين بل على مستوى الكبار وتتقدم التصنيف العالمي لنشآت تنس الطاولة بتعمل نوع من الإبداع الرياضي الحقيقي عشان كده أعتقد كان من الطبيعي ومن المنطقي إن هي تنال جائزة محمد بن راشد في الإبداع الرياضي إمبارح تم تتويج بطلة مصر وأفريقيا هانا جودة في هذه الجائزة جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي حصلت هانا على المركز الأول بعد ما تم تصعيدها للتصفية النهائية للجائزة ضمن ستة رياضيين تحت السن تحت الثمنتاشر سنة يعني على مستوى الوطن العربي وبقى كان فيه تصويت جماهيري اكتسحته بطلة النادي الآلي باكتساح شديد جدا كمان تحدست هانا جودة وأعربت عن سعادتها الكبيرة جدا بعد فوزها بالجائزة اللي وصفتها بأنها ليها قيمة كبيرة قوي معنويا وأدبيا وقالت أن الجائزة بالنسبة لي تمثل نوع من المجد الأدب الكبير في مشواري الرياضي على فكرة الجائزة كمان بعد التتويج هانا جودة ضمن هذا الحفل الكبير في دبي فاز بالجائزة شخصية الرياضية جياني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد مساهمته في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها عالميا ولو تفتكروا نفس الجائزة اللي خدها إمفنتينو خدها السنة اللي فاتت الكابت المحمود الخطيب عن دوره البارز في قيادة ناديه في تحقيق الطموحات الرياضية الكبيرة وتنمية موارد النادي بشكل غير نمطي الجائزة السنة حصدت بقى الرياضة المغربية النصيب الأوفر من جوائز الإبداع الرياضي طبعا بعد الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في كأس العالم الدورة الأخيرة في الدوحة فاز وليد الريكراكي بجائزة أفضل مدرب وحكم كرة القدم بشرة الكربوني كأفضل حكم عربي بجانب جائزة سوفيان البقالي بطل العالم في ألعاب القوة وجائزة في الملاكمة تونس والجزائر والعراء والسعودية والكويت حصدوا عدة جوائز في جائزة محمد بن راشد نال أيضا الرياضيون الإماراتيون جوائزهم في كل فروع الجائزة صغارا وكبار لما قدموه من إبداعات غير مسبوقة هنجود حكاية بجد هنجود حكاية تكمل حكاية النادي الأهلي أو تفصيلة ضمن تفاصيل كثيرة للنادي الأهلي لم يغب النادي الأهلي عن هذه الجائزة تقريبا منذ إنشاءها دائما متواجد حد من أبنائه بيفوز بجائزة من جوائزها وتجد التنوع والتشعب ومر النادي الأهلي كنادي ياخدها كنادي لدوره في التعامل مع أزمة كورونا لا تذكر خدها فيه استخلاق أنماط غير تقليدية لمواجهة كورونا حطها بقى مع جاب إنفانتينو والكلام ده الناس بتعامل مع مؤسسة شايفة تفاصيلها على رأي إنفانتينو ما تخليني أزيدك من الشعر بيت ما تزيدني يا عم كابتن محمود الخطيب تقرر أن يترأس وفد النادي الأهلي إلى دبي لاستلام جائزة كلوب سكر تعارفين جائزة كلوب سكر لما حصل التصويت فاز النادي الأهلي مؤخرا في هذه الجائزة بالنادي الأفضل في الشرق الأوسط طيب مثلا وفاز ميستر مارسل كولر المدير الفني للآلي بجائزة أفضل مدرب كرة قدم فين في العالم في العالم تم التصويت لمارسل كولر الأفضل في العالم فتقرر أن يسافر الكابتن خطيب لتمثيل النادي الأهلي في استلام جائزة النادي الأفضل في الشرق الأوسط الجائزة الحفلة هيقام في دبي يوم 19 يناير الجاري وحيرافق الكابتن خطيب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي علشان يكون النادي الأهلي بيواصل هذا التواهج وهذا الحصد الكبير يا بشمدس للألقاب والجواسط أهمية اللقب ده إيه بقى إنك كمان تخرجت عن طاقة الإقليمي الإفريقي أي تتخذها في الشرق الأوسط أي شرق الأوسط ده فيه اللي منتمي لآسيا واللي منتمي لأوروبا أي فجائزة بتدعم وبتؤكد يوما بعد يوم مش محتاج النادي الأهلي يرد على حد آه يقعد ساكت كده ها تبص تلاقي الدنيا كلها بتجاوبك وحصد ترطولاتي كفون الكلام عند التحدي بترد عشان يطلع الفققيع ينفجروا على الهوى خلص طيب إنفنتينو يهني الكابتن محمود الخطيب هنا جودة تحصد الإبداع الرياضي الأهل الأفضل في جلوب سكر في الشرق الأوسط كولر الأفضل بين كل مدرب العالم بفضل النادي الأهلي ونظام النادي الأهلي ودعم النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي القاسية في العام الماضي مع هذا التواهج العالمي والإقليمي الكبير أعتقد كان منه طبيعي جدا أنه أي استفتاء في الداخل ينال أبناءه الأهلي فيه أبناءه الأهلي